خبر مبارح بيقول وفاة الكاتبة الصحفية نوالي السعداوي عن تسعين سنة ماتت الست ماتت ماتت بأفكارها كل أفكارها اللي كانت بتؤمن بيها ماتت وهي بتدافع عن مبادئ هي مختنعة بيها لما تيجوا تحسبوها ما تحطوهاش في حتة تانية هي مختنعة بحاجات حسبوها بناءً عليه أو قولوا على روحها كده إن هي الست كانت مش عارف لا تؤمن بإيه ولا تحب إيه وتحب إيه ولا تحب إيه ما تدخلوش حاجات هي ما قلتهاش عموماً دينا أنور كانت فيه واحدة كاسمها دينا أنور اللي مش عارف إيه بنت مين كانت تقول لك دايماً إنها المهندسة بنت الحاجة يعني فتقول لك نوالي السعداوي العظمة استغفر الله العظيم يا رب الآله المقدمة ده كلام فاضي يعني مش حنقدر والله مش حنقدر نقوله علشان إحنا كده هنخش في حتة يعني يأخذ علينا فيها رجال الدين أنها من المخرجات من الملة طيب دي دينا أنور وهي بتقول كده بينما عمار مطاوع مثلاً بيقول للناس حاجة تانية خلص بيقول هي مين يعني عمار بيقول هي مين نوالي السعداوي أنا بس حقدر أقرأ كلام عمار لأنه ما فيهوش حاجة مخرجة من الملة ولا حاجة سواني بس يا جماعة ملحدة إيه ومسلمة إيه ونسوية إيه وزكورية إيه دي كانت بتنكر أن فيه بنات معتقلة سياسياً ووقعت على تقرير المجلس القومي للمرأة اللي تقدم للأمم المتحدة عشان ينفي وقايا الاعتداء الجنسي في الأقسام والسجون رداً على تقرير هيومان رايتس ووتش وشاركت في وفد المجلس اللي راح ظهر البنات في سجن الأناطر وقالت لوحدة منتقبة منهم موجودة معنا هنا وغالباً هتقرأ البوست ده اللي حاطت الزفت ده على وشه يبقى إرهابي مش معتقل سياسي وكانت دايرة دافع عن الحكم العسكري وجنراله المقدس في كل دهي على دماغها ودماغ اللي بيدفع عنها نوالي السعداية متكئة على سرير الدكتاتورية وغورانها في دهي يفرح قلب أي مظلوم ويقيم الأفراح في بيوت المظلومين بنفس القدر اللي حيتقام فيه الحزن والعزاء في قصر الجنرال العسكري وخدمينه النهاردة مبروك لكل المظلومين ده كلام عمار مطاوع وهو بيصف حالة نوالي السعداية لأنها حالة كده وانتهت حالة وانتهت شايفة أن كل واحدة منقبة هي إرهابية مش بس مسجونة سياسية ده كلام فاضي ده كلام بعيد عن العقل والمنطق والشرف والإحساس بعيد عن حتى أي واحدة تتعلل أنها بتدافع عن المرأة لأن المرأة دي ممكن تبقى بشعرها ممكن تبقى بحجاب بنقاب هي حرة أنا ما مفردش عليها حاجة بس مش حرمها من مكانة أو حرمها من إنسانيتها وحقوقها السياسية علشان لابسها حاجة مش على كيفي شكرا للمشاهدين